هكذا تبدو أسطح المنازل في محافظة الحديدة غرب البلاد حيث تنتشر ألواح الطاقة الشمسية وهي الطريقة التي يواجه بها السكان زحف الظلام وغياب التيار الكهربائي منذ سيطرة جماعة الحوث الانقلابية على مؤسسات الدولة وسلطتها المحلية في المحافظة إن عدم التيار الكهربائي وبات الناس يدفعون تكاليف باهظة لتوفير ما يساعدهم على تجاوز محنة الظلام على الرغم من سعة انتشار الطاقة البديلة وتفاوت أسعارها إلا أنها تبقى عاجزة أمام الاحتياج اليومي خصوصا في ظل حرارة الطقس المرتفعة في المحافظة الساحلية ومع أن لهذه الخدمة منافع ملموسة فإن لها أيضا من زاوية أخرى مخاطر حيث ألحقت أضرارا بعدد من المنازل جراء تفجير البطاريات التي تتواجد في المنازل وسط غياب تام لإجراءات الأمان والسلامة الطاقة الشمسية لا تفي بالغرض في مدينة الحديدة بالذات في أيام الحر فالحديدة مدينة ساحلية فنحتاج إلى مكيفات والطاقة الشمسية ولا لأي فائدة وغير آمنة غير آمنة على القهال وغير آمنة تعمل انفقارات كما حصل قبل يومين في الحديدة أنفقر أحد البيوت الطاقة الشمسية غطت جزء من احتياجات الناس ولا تعتبر بديل كامل للكهرباء ولا تغطي جل احتياجات الناس لها سلبيات ويظل احتياج الناس للكهرباء ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لا تزال المخاوف متصاعدة من حدوث كوارث جديدة لدى مستخدمي هذه الخدمة وهو أمر يستدعي السلطات أن تبدي ولو القليل من الشعور بالمسؤولية تجاه المواطنين بأعادة تشغيل محطات الكهرباء الرئيسة اشتركوا في القناة